صورة النصر صورة تحمل البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا ثم ترشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء يفعله حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتماع الناس على الإسلام وأن أجل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد اقترب هي صورة مدنية من المفصل آياتها ثلاث آيات ترتيبها بالمصحف مائة وعشرة نزلت بعد صورة التوبة إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء النصر أي الزفر بالعدو والفتح أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي يدخلون في الإسلام جماعات جماعات فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبح بحمد ربك أي نزه الله تعالى عن النقص وأكثر من حمده واستغفره أي صلى الله مغفرة إنه كان توابا أي لمن تاب فإنه يقبل توبته علمتنا الصورة صدق كلام الله تعالى ووعده فلقد جاء نصر الله لنبيه وفتحت مكة وأن التبشير والأمل من الدين وأن النصر بيد الله وحده ومنه وحده عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح بعد إتمام العمل نحمد الله عز وجل على توفيقه لنا ونستغفره عما كان منا فيه من تقصير ولا ينالنا عجب سرعة طاعة الله تعالى حيث لما حدث الفتح بادر النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من التسبيح والعمد والاستغفار حتى مات